اهلا بكم فقرات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم عن حاجة جميلة جدا وتوقعات مهمة جدا في الناس كتير بتبقى عايزة تعرف اللي هيحصل في الباقي من 2021 وملامح كده من سنة 2020 هلا هتكون احسن ولا اوحش ولا الدنيا هتبقى ماشية ازاي طبعا كلنا عارفين ان دي مجرد توقعات تحتمل الصواب والخطأ وانه لا يعلم الغيب الا الله التوقعات دي جايب انها لكم المجي فرح شخصيا كانت طلعة في اللقاء على قناة الجديد مع اعلامي اتكلمت فيها عن حاجات كتير جدا منها الشخصية وحياتها الاعلامية ولكن اللي بهمين احنا كقناة مساء الاخبار وقناة مخصصة للتوقعات ان احنا نعرف التوقعات فهنبدأ بس يا ريت بفكركم بس سريعا تشتركوا وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو عمتا تكلمت الاول عن توقعاتها الـ 2022 وقالت ان عام 2022 هيكون احسن من 21 بكتير هنمشهد فيه تغيرات مهمة فيها امور تتعلق بالتعلق الديني وده غريب شوية اول مرة اسمحة توقع عايزة التوقع هو توقع جميل جدا مفيش احسن من الواحد يقرب من ربنا وده اللي قالته قلت سنة 2022 فيها امور تتعلق بالتعلق الديني هيكون فيه تعلق ديني كتير اوي من بعض المنظمات الدينية وغيرها في المقابل فيه كتير رحانيات هتكون موجودة اكتر من سنة 2021 وفيها بحث عن حلول اقتصادية قوية علشان استعادة الدول العربية واعمارها ونبتدي نشم نفسنا شوية على مستوى بعض الدول العربية اما بالنسبة لنص التاني من 2021 اول متبقن من 2021 فهي بتقول احنا حاليا في حلقة ديقة شوية ممكن يصير فيها التفجيرات في بعض الاماكن في العالم وخاصة في منطقتنا العربية التفجيرات دي ممكن نشهدها في لبنان وايران وسوريا خاصة تلات الدول دول بالزاد ايران ولبنان وسوريا اما عن الحلول اللي نجدها في كم شهر الاولانين دول على شهر اول شهر 11-12 على اخرها هنبتدي الدنيا تهدى ونلاقي حلول لبعض المشاكل الموجودة في المنطقة اما بقى نهاية المشاكل عمتا والدول العربية باخراص خلصت مشاكلها هي بتقول على 2025 وهي ذكرت ده في كتابها قبل حتى ما 2020 تيجي قالت من 2020 لـ 2025 الدول العربية هتمر على مخاض خوي والام شديدة ولكن هتنتهي بولادة وحياة جديدة ومريحة وفيها حلول لحاجات كتيرة ومشاكل كانت استحانا لقيلها حل اما بالنسبة لمصير الدولار والكهرباء في لبنان قالت كله متعلق بمشكلة المية والغيزة لو دول اتحلوا هنلاقي فيه كهرباء هنلاقي فيه اكل هنلاقي فيه مشاكل كتير جدا اتحلت اهم حاجة ان الدولة توفر المية والغيزة وقالت ان اللي بيحصل في لبنان حاليا ده متخطط له من كم سنة زائد تقصير الحكام اللي حكموا لبنان على مدى 30 سنة من سنة 75 او اكتر لغاية دلوقتي المشاكل اللي بتمر فيها لبنان وسوريا كمان متخطط لها من بدري ولكن بجانب بعض تأثير من الدول او من الحكام اللي مسك الدولة اما عن كمان فيه تكلمت عن الدولار قالت فيه ناس كتير قالت ان الدولار هيعلى وفيه ناس كتير قالت على الاخر السنة الدولار هينزل ان كان ده او ده من النحية السياسية مصير الدولار او الليرا في لبنان متعلق بالسياسة والحلول العامة والليلا والليرة اللبنانية هي ضحية ما يحاك ضد هذا البلد والله البلد ابتدت تنهض اكيد الدولار سعره هيقلم البلد نزلة على انهيار اكيد الدولار سعره هيطلع فهي على اساس الدولة اللبنانية هتبقى مشهة ازاي هو ده كلام ماجي فرح اما عن الابراج والحظ والاقصر حظا والاقل حظا في المتبكة من 2021 قالت هيكون الميزان والجوزاء افضل من قبل افضل من شهر 5 و 7 اللي فاتوا الايام اللي جاية تبقى افضل اليوم بكتير من الشهور اللي فاتوا والدلو كمان افضل هو الميزان والجوزاء والحمل والكوس في النص التاني من 2021 الاقل حظا في الشهور اللي جاية دي هما الاسد والطور وخصوصا الطور هيتدايق لانه هيحصل له تغييرات في حياته وما بيحبش التغيير يحصل بسرعة مش لازم يكون سيء كمان هذا التغيير بس فيه التغيير هيدايق شوية ولكن سنة 2022 هتبقى سنته وهيكون افضل بكتير ان شاء الله العقرب برضو من دمن الابراج الاقل حظا في فترة اللي جاية عنده فترة شوية مربكة اما الحوت والعزراء والجدي ما عندهمش مشكلة يعني ولا حاجات حلوة هتحصل لهم ولا حاجات وحشة هما في الحياد في النص كده ما عندهمش اي مشاكل وبيحضروا وكمان ايلن هما بيحضروا حاجة للسنة اللي جاية والسرطان كمان معاهم بالنسبة سنة 2022 بتقول انها هتكون سنة الحوت وهتبقى اجمل سنة لبرج الحوت وكمان هتبقى حلوة جدا على السرطان وعلى العقرب هتكون السنة دي بتاعتهم وفي 2022 هيرجع الاسد افضل في تغيير في حياته في قصص وفي امور مادية كويسة في تغيير في عمله في علاقاته والتغيير ده هيحصل بشكل ايجابي ما يقلقش تماما اما بتبقى صعبة هتكون شوية صعبة عا في 2022 على موليد العزراء والجوزاء والكوس العزراء والجوزاء والكوس ممكن ينزعجوا شوية من السنة اللي جاية دي كانت اهم توقعات ماجي فرح واكيد اللي حضروا الحلقة هيعرفوا ان احنا خدنا اهم شيء في الحلقة هي التوقعات ان كان للدول العربية او كان لابراج لان اصلا ماجي فرح تخصصها ابراج تخصصها فلكي بالرغم انها كانت اعلامية مزيعة مشهورة جدا في لبنان وما زالت مشهورة في ناس كتير تعرفها ولكن حاليا هو مجالها التخصص في علم الابراج والفلك وانها تقول اني الافضل بالنسبة للابراج بكده نقول انتهينا من الحلقة اتمنى انها تكون عجبتكم شكرا لوجودكم معنا وما تنسوش بس تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس عشان تتابعونا ولو عجبتكم الحلقة النهاردة او الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس وكمان تكتبوا رأيكم في الكومنتات تحت شكرا استنونا في فيديوهات اكتر على قناة مساء الاخبار وتحية لكل الناس اللي بتكتب كومنت انا هذكر بعض الاسماء وممكن نردش على شوية اسئلة على كده خلصنا علشان برضو الناس تبقى عارفة كان في فيديو نازل عن ليلة عبداللطيف مبارح عن اخر التوقعات ليلة عبداللطيف عن الفيديو اللي تلعت فيه من القناة بتاعتها احنا اخدنا التوقعات ودي اهم حاجة لان الحقيقة السيدة ليلة عبداللطيف كان فيه جزء كبير جدا بتوضح اسئلة عن الاشتراكات وبتوضح عن ازاي الناس تتواصل معها وهكذا والتواصل مع السيدة ليلة عبداللطيف تقدروا تخش على القناة بتاعتها عشان فيه ناس سألتني هنا في الفيديو ازاي نتواصل معها تقدروا تخش على القناة بتاعتها هي حتى رقم تليفون تقدروا تتصلوا عليه وهيرد عليكم ناس هيقدر يوصلوكم ليلة عبداللطيف دي كان معظم الحلقة عبارة عن الحاجات اللي زادي اما عن التوقعات فيه احنا لمناها وجبناها في الفيديو اللي موجود في القناة تقدروا تخش عليه تشوفوه لان فيها توقعات ايضا مهمة من دي من الناس اللي كتبت عندنا واحدة من المغرب بس انا هيا مش عارفة اعتقد سناء كتبة شكرا بالزاف اختي الكريمة العفو على ايه حبيبتي من ورانا وفيه هاتن او هتان هتان شكرا لك على مجهودك بصراحة احسن قناة قناتكم اتمنى لكم التوفيق برسي جدا على زقكم كمان عندنا دليلة شكرا على مجهودك يا اختي العفو يا استاذة دليلة من ورانا وحميدة ام زين شكرا اختي الكريمة تحياتي من تونس الى مصر وتحياتنا من مصر الى تونس اختنا حميدة من ورانا طبعا سليم عبد العظيم تحياتي للجميع وشكرا على المجهود الرأى احييكم وارجو منكم المواصلة يعني شكرا يا استاذ سليم على زوءك حميدة بتقول بصراحة كل ما تنقلوه من توقعات صحيحة كنت امتبع ليلة عبداللطيف وميشيل شكرا لكم ولمجهوداتكم وبالتوفيق ان شاء الله مرسي جدا ودي شهاد اعتز بيها وده اللي انا دايما بقوله يا جماعة احنا بنلل التوقعات بكل امانة علشان برضو الناس تبقى عارفة الموضوع فيه ناس ممكن حد يقول لي طب انا ممكن اتفرج على فيديو ليلة عبداللطيف وخلاص او اتفرج على قرارات ميشيل بناخد كل التوقعات دي بتلقوها في قناة واحدة بدل ما تقعدوا تدوروا زائد ان احنا بناخد التوقعات ونقولها على طول من غير بقى مقدمات واشتراكات ومش عارف ايه لأ تلقوا التوقعات على طول معنا ميرفت عبدو بتقول مجهود رائع شكرا يا استاذة ميرفت عدرة من الجزائر اختي حبيبتي بتقول مساء الخير والخيرات والنور والانوار على الجميع وعلى مساء الاخبار وعليك يا اخت الفاضلة والصوت الرئيق مرسي جدا يا استاذة عدرة شكرا من الجزائر ومعنا كمان الاستاذ غازي الاحمد ومعنا حسين احمد الراوي بيسألوا عن هل هيكون في علاج للسرطان او لا او هل من التوقعات وامل لعلاج للسرطان الحقيقة ان كانت ليلة عبداللطيف او مايك في غيري لتكلمه عن الموضوع قالوا هيكون في علاج واقصا موجود ولكن بيتم تجربته واختباره وهيكون علاج كويس وويل كل انواع المرض ان شاء الله يعني في حدود سنة سنتين الله اعلم اكيد هيبقى العلاج موجود والفايدة احسن حاجة ان هو بعيد عن اثار الاخثار الجانبية الكيمياء والاشعاي وحاجات العلاجات المؤلمة دي فان شاء الله هيكون في علاج باذن الله قرأي ومعانا كمان استاذ عزيزة ميخايل منورونا بتعليقها واستدالس وكمان معانا مصطفى بليدة بينصحنا ان احنا بيعملوا خية ولفت حاضر الاستاذ مصطفى عنينا والامل الخليج بتقول تحياتي واحترامي لكي ويسعد ايامك كلها سعادة وفرح ربنا خليكي يا جميلة ومعانا مي علي مساء الخير بتقول منين توقع فيروس كورونا بالزادة الاعداد في شهر 9 في مصر وكوتو السعودية وتونس ومنين ليلة عبداللطيف بتأكد انتهاء الفيروس بص استاذة مي اعتقد انت بتتكلمي عن استاذ ميزن فعلا استاذ ميزن توقع ببعض التوقعات للموجة الرابعة لفيروس كورونا والموجة الرابعة لفيروس كورونا مش فيروس كورونا الاساسي اللي تلع لنا من سنة 2020 فيروس كورونا الاساسي بتاع 2020 يعتبر انتهى بالفعل ما بقاش يموت زي الاول والتطعمات والعلاجات اللي موجودة بقت تخفف منه بسهولة مشكلتنا حاليا في الموجة الرابعة هو المتحور كوفيد دلتا او دلتا بلس مش كورونا نفسها هو ده الخف منه لكن كورونا الاساسي اللي بتتكلم عنه ليلى عبداللطيف ما فيهوش اي مشكلة خلاص تم العلاج وحتى بكمامة او بمطاهرات الموضوع انتهزة ما هي قالت لكن هو خفنا الوحيد من زادة الاعداد الفترة اللي جاية من كوفيد دلتا اتمنى اكون جاوبة حضرتك يا استاذة معي معنا استاذ صادق زعيم كمان منورنا بتعليقه اه ومعنا كمان اه غير الاستاذ صادق في ناس كتيرة جدا اه انا هقول اسماء مش عشان خلاص كده الوقت اعتقد اه فلت مننا اتكلمنا عن ناس كتير معنا استاذة شمس بتشكرنا عن احنا بنرد على التعليقات مرسي جدا ده واجبنا والقلب الحزين والرحاب من السعودية ومعنا ام وديع من اليمن طبعا منورانا وهو كان كاتب كافية الاتصال اه زي ما انا قلت على القناة بتاعتها في رقم بتقدروا تتصلوا بيه محمد المقرحي وعلي امينة من الجزائر مرحبا بيكي والعفو عشان كتب لنا شكرا ياسين الفرسي عصاري ام 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 ومعنا كمان ام عدين نادية من الجزائر منا منوعات مختلفة اه احلى لايك المستحقة احلى كنوة مرسي جدا عيشة ومعنا النجم الساطع ام وتنجرة من تي في واسماء طلعت وصادق وصارة ام وزاري وطبعا حميدة صليحة واخت صليحة من الجزائر اتمنى لكي ايضا التوفيق شكرا جزيلا لكل الناس واستنونا فيديوهات اكتر على قناة مسائل اخبار